ترأس محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية الليوار روكن فرج سالمين البحسن الاجتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذي بالمحافظة والذي خصص الاستعراض ومناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمصايد السماكية في البحر العربي للعام 2017 وتقرير عن نشاط اللجنة الوطنية للمرأة للعام 2017 وتقرير اخر عن نشاط المنظمات العربية والاجنبية غير الحكومية العاملة في ساحل حضر موت للعام 2017 الى جانب استعراض عدد من المستجدات لا سيما في ملفي الخدمات ومعالجة اثار الامطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخرا وفي الاجتماع استعرض محافظ حضر موت نتائج لقائه برئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن اطلاعه على الكثير من الصعوبات التي تواجه المحافظة في العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الخدمات والاثار التي خلفتها الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية كما تناول التقرير كذلك عمل ادارة الرقابة والتفتيش البحري التي تقوم بمهمة الاشراف والتنظيم والمتابعة لجميع انشطة الصيد التقليدي والساحلي والتجاري الاشراف على معدات ومواصفات القوارب والوسائل وطرق الاستياد وحماية الاحياء المائية ووضح التقرير بان اجمالية الكميات المستادة من الاسماك والاحياء البحرية المختلفة بواسطة القوارب بلغت حوالي 464 طن بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 184.917 دولارا